اشتركوا في القناة 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 وجنة نعمه ونار غضبه وعقابه وملائكة قواه الروحانية وكل إنسان ولو بلغ ما بلغ من الفقر ملك من الملوك لأنه خليفة عن الله الملك لابد له من مراكب الدولة لأن الإنسان له قدمه تصلح لكل سير والملك لابد له من قدام والإنسان له يدان تسلحان لكل عمل والملك له حرس والعينان تحرسانك دائما والملك له جواسس يأتونه بالأخبار عندك أذنان تتلقف لك كل خبر الملك له ترجمان يبلغ عنه لسانك ترجمان كأنك ملك صغير رب صغير وليس هذا لغير الإنسان وهذا مجرد إنسان فإن كان مسلما احتاج إلى النعم المعنوية كالاستقامة والهداية والقيام بحكمة الله تبارك وتعالى وطلب القرب منه تبارك وتعالى نفسه وقلبه وعقله والروحه والسره كل شيء من هذا مفتقر إلى مقابلين من حضرة العليا وإذا كان عالما زائدنا زائدنا على ذلك لا يشبعوا من العلم كلما زاد علما زاد افتقارا إلى زيادة العلم من همان لا يشبعان طالب الدنيا وطالب العلم إذا كان وليا وإذا كان عارفا وإذا كان خليفة عن الله وإذا كان رسولا نبيا أو رسولا إلى آخر درجات فهو مفتقر لله تبارك وتعالى دائما في كل الحالات والاستقار إلى الذات مخصوص بالإنسان فبهذا بينت الآية أن لا فقر إلى الله غير الإنسان مع أن الكل مفتقر إليه كما أنه مستغن عن كل ما سواه هذا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل حال والله هو الغني وأن خلقه الحميد وإذا كان وعد منه تبارك وتعالى لما رآنا نور إلينا فقراء انتصبه وغنيا حميدا فالله عنده كل شيء ولا يفتقر لشيء لا يحتاج لشيء غني بذاته عن ذاته وعن صفاته فكل ما عنده للإنسان للناس فالناس يحتاجون لكل شيء كما بينا طرفا من ذلك وليس عنده الشيء إنسان يحتاج إلى كل شيء وليس عنده أي شيء والله يملك كل شيء ولا يحتاج للشيء من ذلك فكل ما عنده لنا خلق لكم فلعب جميع فإذا اتصف العبد بالصفات عبوديته أمده بالصفات ربوبيته هذا معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه من عرف نفسه بالفقر والذل والاستقار عرف ربه بالغنى والكرم والحمد إنسان يذهب ويأتي بخلق جديد بدلكم لو شاء الله لأرهب للناس جميعا ويأتي بناس آخرين هذا دعبه دائما كل يوم من يشاهد هذا وما ذلك على الله بعزيز ليس بطعب عليه هذا لا لا ينكرون المنكرون ولا يكذبون المكذبون لأنهم يشاهدون هذا دائما قبل أربعين سنة كل من كنت تعرف من الرجال تكابر لقياء لعزاء جلهم ذهبوا ومن هنا إلى أربعين سنة لا يبقى منها إلى القليل ولا تثير واثرة آثمة ومثرة أخرى ومثرة نفس أخرى من عمل سوءا فلا يزاع إلى عليه ليس للإنسان إلا ما صعى لا يكتب الزمج عامل على غير عامله إلا من دعا للضلالة أو للإطيان فعليه اسمه واسمه من عمله يعمله إلى القيامة لأنه تثبت في ذلك لا معرضة بين الآياتين وإن تره كالدعي النفس مسقلة بالوسر إلى حملها لا يحمل منه شيء إذا دعا إنسان أنه يتحمل اسم إنسان آخر فذلك الكذب كل إنسان عليه وسره وله عمله ولو كان ذا قربا ولو كان المرء ذا قربا كالأبي والابن وعدم الحمل في شقين حكم من الله تبارك وتعالى تأكيد المرأة الحضية لزوجها يوم القيامة تقول أن زوجتك فلانا ما قصرت في طلب مرضاتك اليوم تحمل عني ذنبا واحدا هو الذي منعني من دخول الجنة أو أعطني حصمية واحدة من حصماتك أستقل بها حصناتي ولا إلى أنت أعز الناس إلي ولكن أنا إذا دفعت لك هذا من يتفع لي أنا نفسي نفسي والولد لوالده والوالد لوالده والأخو لأخي لكل مريء منه إنما تنزل الذين يحسن ربهم بالغيب يخافونه وما رأاه لأنه منتفعنا بالإنذار هذه موضة بليغة ولكن ما ينتفع بها إلا أهل الخشية وأهل الإيمان بالغير وأقاموا الصلاة أداموها ومن تزكى تتحر من الشرك وغيره فإنما يتزكى لنفسه فصلاحه مختص به والمطي إلى الله المرجع ويجهي بالعمل في الآخرة وما يستوي الأعماء والبطير الكافر والمؤمن لا يستوياني الكافر لا يسمع والمؤمن يسمع ولا الظلمات ولا النور الكفر والإيمان لا يستوياني أيضا جمع الظلمات وأفرد النور لأن الكفر وأنواع المعاطي كثيرة فلهذا جمع الظلمات والنور الإيمان طريق واحد ولا الظلم ولا الحرور كما لم يستوي الإيمان والكفر فالجنة والنار كما المتبعينان الجنة فيها ما تستهل الأمثل وتلزل العين والنار نار كما تعلمون وما يستوي الأحياء والأموات المؤمن هو الكفار كرره تأكيدا وجمع وجعل الظلم ليستغرق كل الأموات كل الكفار وكل المؤمنين إن الله يسمع ومن يشاء هدايته وما أنت بمسمع من في القبور الكفار موتع في القبور شباه بالموتع كما أن الميت في قبره لا يسمع الكلام ولا يقبل أن يجيب فكذلك الكافر مفقود وإن كان يعد من الأحياء فهو ميت مدفور في قبر جسده لا يسمع الحق ولا يقبله إن أنت إلى النذير وهذا لا ينافي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما مع بعض من أصحابه وأتى إلى قليب بدر بعد أيام من وقع في بدر فنادى أهل القليب يا أبا جال منهي شام يا عطبة يا شيبة يا ولي إِنَّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَالْوَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قال أُمَرْيَا رَسُلِ اللَّهِ تُخَاطِبُهُمْ وَهُمْ أَمْوَاتٌ قال مَا أَنتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ بَيْدَا أَنَّهُمْ لَا يَجِيبُونَ لا يستطيعون الجواب هذا الميت يقبل الله يرد إليه روحه فيسمعه ولكنه لا يجيب إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ إِنْ أَرْثَنَاكَ بِحَقِّ بَشِيرًا مَنْ أَجَابَ إِلَيْهُ وَنَذِيرًا مَنْ لَمْ يُجِبُتُ وَإِنْ أُمَّةٍ إِذَا خَلَا الصَّلَفَ فِيهَا نَذِيرٌ كلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ لَهَا نَبِيًا يُنْذِرُهَا وَإِنْ يُكَتِبُوكَ أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاعَدُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ المُوَجِزَاتِ هَذَا تَسْلِيَةٌ لِنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِالزُّبُرِ كَصُحُفِ إِبْرَاهِيمِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ وَتَوْرَةُ وَالْنْجِيلِ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرُوا مَأَخَثُوا دَذِينَ كَفُرُوا بِتَكْذِبِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرِ إِنْكَارِهِ عَلَيْهِمْ بِالْعُقُوبَةِ وَالْإِهْلَاكِ يعني واقعا موقعه لا محادة هَلَمْ تَرَتْ تَعْلَمْ أنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَخْرَجْنَا فِيهِ إِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ بِهِ سَمَرَاتٍ مُتَلِفًا أَلْوَانُهَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعْلَى أنْثَلَ مَطَرًا من السماء فَأَنْبَتَ كُلَّ نَبَاتٍ فَاخْتَلَفَ أَلْوَانُ النَّبَاتَاتِ فيها أخضر وفيها أحمر وأصر وغيرها ومن الجبال جدد طرق بيض وحمر وخلق الجبال وتجد بعض الجبال بيضاً والبعض حمر وبعض سوداً مختلف ألوانها بشدة وضعف وغرابيب السود وسود غرابيب تاكيد سبق موكبه وسود غرابيب العرب إذا بالغ في وسط السوادي يقول غربيب كما يقول أحمر قان وأبيض يقق وأسفر فاقع يقول أسود غربيب ومن الحديث إن الله يبغد شيخ الغربيب أي إنسان بلغ سن الشيب ولم يشب هذا دليل على بغض الله أو أحد شاب وسبق شيبه بالسوادي حتى صار غربيباً طلباً لتشبهه بشباب الله تبارك وتعالى خلق بعض النباتات مختلفاً ألوانها وبعض السمار وبعض الجبال ومن الناس والدواب والعنعام مختلف ألوانه كذلك فخلق الناس أيضاً مختلفاً ألوانها كسائر المخلوقات منها بيض والصفر وحمر وسود كغيرها مما خلق الله هذا هو الحق في الألوان أمامها تقول اليهود أن سواب جاء بسبب لعنة النوح لحام فهذا كذب من مخترقات اليهود إن الله أظهر قدرته بأن خلق النباتات فجعل منها أسود وأحمر وأخضر وأسفر وخلق الحيوانات كذلك وخلق الجبال كذلك وخلق بني آدم كذلك والدواب كذلك والعنعام كذلك إن كان مسود من البشر سبب ذلك لعنة النوح فمسود من الحيوانات لأي شيء ومسود من الصخور والنباتات والجبال ومن السمار كذلك كاختلاف السمار والجبال إنما يخشى الله من أباده الغلماء بخلاف الجهال فألني سائل العالم يعلم ثوراته هل حقا أن الله أنصد في الثورات أن السوادة سببه لعنة الله أم هذا كذب قلت هذا كذب لا أصل له إنما الحق ما قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أبطاكم أما إذا نظرنا إلى الوقائ نجد أن اليهود بني إسرائيل ما وجدوا شرفا ورفأة وعزا إلا بموسى بعدما أنصد الله التورات وتمسكوا بالدين السماوي رفعهم الله قبل ذلك كانوا عبيدا لفرعون مدة أربعمائة عام وفرعون رجل الأسود والقبط السود والعرب هم وكانوا وحفشة سود فإنما رفعهم هذا الكتاب الذي جاء من السماع وهذا الرسول لله فستفرق الأنصرية شيء باطل ينفيها دعوة النبي العربي صلى الله عليه وسلم إنما يحشى الله من أباده لعلماء العلم حيث اطلق في كتاب الله وفي كلام النبيه صلى الله عليه وسلم فالمراد به العلم النافع وهو ما أرث حشية الله تبارك وتعالى فلهذا قال إنما يحشى الله من أباده العلماء وفقرات إنما يحشى الله من أباده العلماء يعني إنما يعظم الله من أباده العلماء فالعلم ما أورث حشية الله تبارك وتعالى فمن أورث علمه حشية الله وهو عالم ومن لم يورث علمه حشية الله نعوذ بالله فلا يسبق عليه اسم العلم فالعلم أكبر درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم إنما يقتل الله من أباده العلماء قال علي أنك الرمضان وجهه عليك بالعلم فإن العلم خير من المال لأن المال تحفظه والعلم يحفظك المال أنت تحرثه وعلمك يحرثك والمال ينتقف بالإنفاق والعلم يحزاد بالإنفاق والمال يفارقك عند الموت والعلم يدخل معك القبر ويتجاوز معك الصغر إذن العلم أفضل من المال الله سبارك وفعله أنثل كتابه على نبيه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأول ما خاطبه به إقراء وقال له أقول ربك ابني ألم والرسول صلى الله عليه وسلم نفى الوراثة بمجرد النسب فقال إنا معاشر الأنبياء لا نورث وأثبت الوراثة بالألم فقال العلماء ورثة الأنبياء إن الله عزيز في ملكه غفور لذنوب أباده المؤمنين إن الذين يطلون كتاب الله يقرؤونه كثيرا ما يرؤون لتلاوة القرآن لذين يتسبقون القرآن ويتلونه ويتدارسونه وأقاموا صلاة أداموها وأنفقوا مما رسقناهم سراً وعلانية زكاة وغيرها يرجون تجارة لن تبور لن تهلك ليوفيهم أجورهم سواب أعمالهم ويسيدهم من فضله إنه غفور شكور علينا قرأوا القرآن كتاب الله وعدهم الله هذا الوعد الحسن أن الله يوفيهم أجورهم ويسيدهم من فضله قال رسول صلى الله عليه وسلم يوفيهم أجورهم يدخلهم الجنة ويسيدهم من فضله يعطيهم الشفاعة يأمرهم أن يقفوا وكل من مر بهم بمن عمل لهم خيراً قطوا شفاوا فيه يمر عبد إلى النار ويقول لك يا عبد الله استطعتني يومًا وثقيتك نعم فيقفر الله يمر عبد استطعتني وكثوتك نعم فيشفاوا فيه استطمتني فأعطمتك استطعت به جهاجة كذا وصايت معك يقول يقول العبد الصالح نعم فيحفر الله له ويبتل للجنة هذه زيادة وقراءة القرآن يقول رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وهو متوضع في صلاة فرض فله بكل حرف مئة حسنة وإن كان متوضعا في صلاة نافلة فله بكل حرف خمسون حسنة وإن كان متوضعا في غير الصلاة فله بكل عرف خمسون وعشرون حسنة وإن كان غير متوضعا في غير الصلاة فله في كل حرف أشر حسنات وقد تقدمنا قال رسول لا أقول لكم ألف لا ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولا حرف وميم حرف والذي أوحينا إنه غفور شكور غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم الله شكور تذكرنا الشكور على ثلاثة أوجه شكور الكبير على الصغير أن يرضى منه باليسير والشكور المثل لمثله أن يكافئه وإيجازه والشكور الصغير للكبير أن يطيعه ويخدمه ويمتنسل وعمره الله حيث أنه يشكرنا يتقبل منا اليسير والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ما تقدمه من الكتب إن الله بأباده لخبير بصير عالم بالبراطن والبراهر ثم أورثنا أعطينا الكتاب القرآن الذي اصطفينا من أبادنا وهم أمتك صلى الله عليه وسلم فبعد كل هذا الله خص أمة محمد بهذا الكتاب الذي هو القرآن أورثهم القرآن وسمعهم مصطفين فمنهم غالم لنفسه من المصطفين غالم لنفسه الظلم لا يفسد الاستفاء من الله تبارك وتعالى ومنهم مقتفد متوسط ومنهم سابق بالخيرات قال رسول صلى الله عليه وسلم سابقنا سابق ومقتفدنا ناج وظالمنا مخور الله إن الله تبارك وتعالى حيث أعطانا الكتاب سمانا مصطفين على كثرة ظلمنا فما خرجنا من دائرة لاستفاء خضلا منه تبارك وتعالى حيث أن آدم إن الله اصطفى آدم ونوحا هو ول من اصطفى الله وقد وضغه بأنه ظلم جهول وراثى آدم ربه فقواه ما أصدى الاستفاء من سبق له العناية لم تضره الجناية فمنهم وارم لنفسه بتقصير في العمل بالكتاب ومنهم مقتصد يعمل به في أغلب الأوقات ومنهم سابق بالخيرات يضم إلى العمل التعليم والإرسال إلى العمل السابق هو الذي يعمل بما علم ويعلم غيره ويرشده إلى العمل هذا السابق ومقتصد من يعمل بما علم في غالب الأوقات والظالم المقصر في العمل إن الله تبارك وتعالى يخفر لظالم فيدخله الجنة ولمقتصد كذلك ويقول للسابق قف أنت فاشفع في منشيت فياشفع في الخلائق ذلك بإذن الله بإرادته ذلك ويراثهم الكتاب هو الفضل الكبير جنات جنات عدل يدخلونها هم ثلاثة بكل من دخلوا الجنة الظالم والمقتصد والسابق يحلون فيها من أسابر من ذهب ولولو مرصائ من الذهب ولباسهم فيها حريف فلهذا حرم في الدنيا من لبسه في الدنيا حرمه يوم القيامة وقال الحمد لله الذي أذهب عنا لحظنا جميعه إن ربنا لغفور بالذنوب شكور لطعات الذي أحلنا دار المقامة دار الإقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب تعب ولا يمسنا فيها لغوب إعياء من التعب لأدم تكليف فيها الجنة ليس فيها تكليف لا أمل فيها مطلقا رفعة تكاليف لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد كل هذا محلها دنيا إنما عبادة عبادتان فقية من عاد آدم ومستمرتان في الجنة النكاح والحمد لله والذين كفروا لهم نارجعن لا يقبع عليهم بالموت فيموتوا يسترحوا لا يقبع عليهم من هذه أفرطتان كذلك كما جزيناهم نجد كل الكفور كاذر وهم يفترقون فيها يستخدم بالشدة وعليهم وعليهم يقولون يا ربنا أخرجنا منها نعمل طالعا قيرا نعمل فيقال لهم بعد عمر الدنيا مرتين كما تقدم أولا عليها أخرى استكمل الأربعين وإن قصر واستمر على تقصيره إلى أن بلق ستين سنة ولم ينفجر يكتب الله في وجهه يكتب الملك بأبي وجه لا يفلح أبدا من بلق ستين سنة بلق مدة مدة يتذكر فيها من أرد أن يتذكر لأن أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين الغالب من الأمتي يموتون في هذه المدة مؤترك المناعة ما بين ستين إلى سبعين فإن زاد على سبعين فهو هرم يدعى للحساب فقط وهذا لا يقصد أن أصغر من هذا السن لا يموت بل ينبغي للإنسان أن يحطط لدينه حداث الشغار لأن الموت أكثر الشغار منه في الكبار بدليل أن كل مجلس إذا نظرت فيه سجد الشيب هم الأقل ولم مات الشغار لو عات جميع الصغار لكان كل مجلس شيبه أكثر من الشبان ولكن لما مات الصغار في الصغر لم يصل إلى الشيب إلى قليل كل محفل تجد الشيب هم الأقل إذن أحسن أن الصغير والكبير كلهم يعمل عمداً صالحاً لأنه لا يدري أحد متى يموت أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فما أجبتم فذوقوا فما لظالمنا من المصير يتفع الأزاب إن الله عالم غير السماوات والأرض إنه علم بلا تحدور فيما في القلوب فعلمه بغيره أولى في نظر إلى حال النار هو الذي جعلكم خلائفة في الأرض يمو خليفة يخلف بعضكم بعضا فمن كفر منكم فعليه كفره وبال كفره ولا يسيد الكافر من الكهرم عند ربهم إلى مقتم غضبا ولا يسيد الكافر من الكهرم إلى خسرارا للآخرة وَلَا أَرَأَيْتُمْ أَخْبِرُونِي شُرَكَاءَكُمْ لَذِينَ تَدْوَنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ غَيْرِهِ وَهُمُ الْأَصْنَامُ لَذِينَ ظَامْتُمْ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ لِلَّهِ أَرُونِي أَنَّهُمْ مِنْ شَرِكَةً لَا شَيْهِ لَا شَيْهِ أَمْحِمْ ذَلِكُ بَلْ إِنْ يَعْدُوا بَعْلِمُونَ أَنْ كَافِرُونَ بَعْضُمْ 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 إِلَّا غُرُورًا باطِلًا لَقَوْلِهِمْ أَلَأَصْنَامُ وَتَسْتَوَرُونَ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَذُولَا الَّذِي أَمْسَكَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ عن الزوالِ هو الله تبارك وتعالى وَلَئِنْ زَالَتَ قَصَمًا إِنْ أَمْسَكَهُمْا مِنْ أَهَدٍ مِنْ بَعْدِهِ لَوْ زَالَتِ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَا أَمْسَكُهُمْا أَهَدٌ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا حَلِيمًا بِسْأَخِرِ عَقَابِ الْكُفَارِ غَفُورًا مِنْ زَنُودُ لَوْ لَوْ لَا حِلْمُهُ تَتْدَمَّرَ الْنَاسَ جَمِيعًا كُلُّنَا مُقْصِرٌ كُلُّ الْعِبَادِ يَسْتَحِقُونَ الْعِقَابِ وَمِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَسَعَلَى لَوْ لَا حِلُمُهُ وَقُفْرَنُهُ وَأَقْثَمُوا الْكُفَّارُ مَكَةَ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ غَايةَ جِهَادِهِمْ لَإِنْ جَاهُمْ نَذِيرٌ وَرَسُولٌ لَيَكُنُونَ أَهْدٍ من إِهْدَ الْأُمَمُ اليهود وَنَصَارَى قالوا ذلك لأنهم أتموا أقولا فَلَوْ جَاهُمْ نَذِيرٌ قالوا أنهم لا يكونوا أهداء من اليهود ونصارى اليهود قالت ليست للنصارى على شيء والنصارى قالت ليست لليهود على شيء والعرب يقولون لو جاءنا كتاب لكنا أهداء منهم فلما جاءهم نذير هو محمد صلى الله عليه وسلم ما خادهم مجيئه إلا نفوراً فباعداً عن الهدى استكباراً في الأرض عن الإيمان ومكر السيء ومكر العمل السيء من الشرك وغيره ولا يحيق يحيط المكر السيء إلا بأهله الماكره لا يحيق إلا بأهله ثلاثة أشياء نص القرآن أن لا يضر إلا فائلها البغي إنما بغيكم ولا أنفسكم لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ونكتد عادي ومن نكث فإنما ينكث على نفسه قال ينظروا من ينطورنا إلى سنة الأولين سنة العائجين من تعديدهم لتكفيرهم ولم تجد الإسنة لا يتحويراً ولم تجد الإسنة لا يتحويراً لا يبدلوا بالعذاب غيره ولا يحويروا إلى غير المستحقين لا يتحويراً لا يتحويراً لا يتحويراً إنه كان عليماً بالأشياء قديراً بإجازهم على أملهم بإثابة المؤمنين وإقاذ الكاثرين وإهلاً وإذاً أبقال شكراً بإثابة المؤمنين ترجمة نانسي قنقر من ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا